أهلا وسهلا برج الحوت أحلى بنات الحوت والله هلا والله بنات الحوت اللي أنا بعشقهم يعني وبحب الوقت اللي بقضيه مع الأصدقاء اللي من برج الحوت خاصة من البنات ما يزعلوا مني الشباب بعضوا فيه شباب كمان بعرفهم برج الحوت لكن يعني حلو إنه الواحد يقابل شخص مثل برج الحوت برج الحوت برج مضحي برج الأم والأب ما بحكي الأم والأب اللي هم الحقيقيين لا بس هو بحاول يكون أمك أو أبوك بحاول إنه يزبط لك أمورك إذا كنت صديقه أو أخوه بنسح حاله وكتير يا سلام على القراءة الدش حلوة رائعة خاصة آخر كتب برج الحوت برج الحوت من مواصفاته إنه إنسان رائح بمعنى الكلمة بنت الحوت بنت كثير حنونة لكن لا تظهر كثير خوفاً من إنه الناس يستغلوا هاي الطيبة لكن برج الحوت بالنسبة للشاب هو شاب قوي جداً ناجح في عمله عنده حنان كمان مثل بنت الحوت ما بيظهره ما بيظهره إلا للقريب كثير كثير منه وهذا ذكاء طبعاً كمان هو معروف بالحكمة برج الحوت بنت الحوت والشاب حكيم جداً ما بياخد قرار من أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لأ بيدرسه عرواء والأمور تكون كلها تمام وكذا وهذا ويستخير ويستشير بعدين يعطي قراره في الموضوع برج الحوت أعرف كانت مو حلوة صراحة وهم عارفين أنا عن شو عم بحكي ما كان حلو أبداً لكن ما نحكي إنه أرانة حلوة لا من بداية الأشهر برج الحوت أظن إنه شاف نتائج حلوة لشغل اللي كان من 2015 ل2018 الحلو بالموضوع إنه يا برج الحوت الأمور مش بس من شهر واحد لستة حلوة لا كمان من ستة لاثناش كثير 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 حلوة المتزوجين واللي عندهم أولاد أولادهم رح يسببوا لهم فرحة كبيرة ما بعرف هو نجاح بالثانوية العام ما نجاح في المدرسة يعني ما بعرف شو هو بس العائلة رح تسبب لك سعادة كبيرة وخاصة للأطفال أو الأولاد رح تجيك سعادة كبيرة من عندهم وهذا مش غريب على فكرة هذا لأنه إنت مهتم فيهم أساساً في نشقتهم للأطفال بتهتم بتفاصيل التفاصيل ما بتتأخر عنهم ولا شيء لا بمادة ولا بعاطفة ولا وهذا بينطبق على الأولاد وعلى الزوج برج الحوت مخلص جداً 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 بالنسبة للشاب وللبنت لكن للأسف بتعرضوه دائماً لأشخاص مش بنفس الاستقامة كان مجروح بوقت من الأوقات بس هو زي ما نقول اتعود على الجروحات فصار يعرف كيف يتعامل مع العالم اللي حواليه بطل ينخدع برج الحوت ووصل لنقطة إنه بطل ينخدع بولا شخص أو بيهتم بحيثيات الأمور قبل ما يفوت أي موضوع فهو إنسان مجاهد يعني مكافح من الدرجة الأولى وما بنل ما عنده نهاية أنا خلاص وصلت اكتئاب وما بديه وكذا بتلاقيه خلاص اليوم أنا إيه لو خلاص أنا متقب وكل الأمور مزابطة وكذا هذا هو برج الحوت بكرة بصحة الصبح يعني كل الطاقة اللي في الدنيا فيه وهاي شغلة بتجنن شغلة حلوة فيه عنده سعادة كبيرة على صعيد زي ما قلنا الأطفال وعلى صعيد الشغل كمان بالشغل فيه أمور ما كانت يعني ماشية بمجراه الصحيح رح كل شيء يزبط ويرجع لمكانه فيه أسرار بالشغل رح يعني تنفضح أو الكل رح يعرفها ونتيجة هاي الأمور أو التصحيحات الكبيرة اللي في الشغل رح حواليك رح يعرفوا إينتك إيش أنت وإيش كنت وقدش أنت كنت مظلوم يغرج الحوت ويعرفوا طيبتك وشخصيتك الأصلية ويعرفوا أنك أنت كنت داير بالك على الشغل ورح ينعرف الإنسان الطيب من الإنسان الخسيس هاي الخساسة كلها من حياتك يعني إحنا خليني أقولكم معلومة إحنا في حياتنا كل فترة بحاجة للفلترة فبعد ثمانية هدول ثلاث أشهر يا برج الحوت رح يكون في فلترة الأشخاص السيئين كلهم رح يروحوا من عندكم ورح تخلصوا منهم بالتي هي أحسن وكمان تكملوا بطريقكم بدون ما يأثر عليكم الموضوع في أي شيء في غدر في العاطفة كان في من قبل بس أنت تخطيته كمان وخلصت منه الآن في عندك أشخاص جدا أنا بقول أشخاص مش شخص واحد فمن الأفضل أنه أنت تطلع اللي حواليك تنسى الماضي بجروحاته بمشاكله بالحزن وتتطلع لقدام كتير في أشياء حلوة وأكيد لدي الوقت ما رح أشرح كتير أكتر من هناك لأنه يعني من بساطة الكروت بقولك باختصار أنت خلصت من الكتير ما نظل إلا القليل بلدك تستحمل شوي لأنه نهاية السنة عندك أفراح كبيرة كبيرة مش لإلك تماما لصديق أو صديقة لإلك يعني فالحلم الشخص اللي أنت كنت تحلم فيه حيظهر في حياتك بالفترة الجاي بس أهم شي ما تضيع من إيدك زي ما ضيعت أمور كتير من إيدك لك يا برج الحوت بسبب البطء في اتخاذ القرار وأحلى يعني من أحلى القراءات صراحة هنيئاً لكم ويا رب تتحقق للي شافوها من برج الحوت أحلى برج وقد لك يا برج الحوت وبتمنى لك فترة كتير سعيدة اشتركوا في القناة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم